بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً بطلاب الأعزاء طلاب الصف السادس اليوم إن شاء الله رح نبلش بالدرس التاني بالوحدة التانية الحضارة الكنعانية هاجر الكنعانيون من شبه الجزيرة العربية وسكنوا في بلاد الشام بدايتهم كانت في شبه الجزيرة العربية السعودية حالياً ورتحلوا إلى بلاد الشام بسبب الجفاف قلة المراعي هناك القسم الذي استوطن سواحل سوريا ولبنان سمي باسم الفنيقيين رح يكون هذا درسنا مرجعي إن شاء الله يا سادس بينما القسم الذي استوطن وسكن سواحل فلسطين سمي باسم الكنعانيون لهو درسنا اليوم أهم قبائلهم في فلسطين قبيلة تسمى اليابوسيون وهم سكان القدس القدمة انتبه إلى الخريطة لو سمحت يا سادس المنطقة الملونة باللون الأصفر هي أرض الكنعانيين وانتبه لحدودها الغربية يحدها من الغرب البحر المتوسط كان لهم حدود كثيرة كبيرة وطويلة مع البحر المتوسط مما ندخل الحياة الاقتصادية عند الكنعانيين نبدأ بالزراعة زرع الكنعانيون القمح والشعير والزيتون ومختلف أنواع الفواكه كثير من أنواع الفواكه زرع الكنعانيون لذلك سميت بلادهم بالأرض التي تفيض لبنا وعسلا لصف لماذا بلادهم تفيض لبنا وعسلا علل لأنهم زرعوا القمح والشعير والزيتون وكثير من أنواع الفواكه كانت أراضيهم كثيرة الخيرات بالنسبة للصناعة صنعوا الأسلحة والفخار والأدوات والأواني المعدنية أسلحة لكي يدافعوا عن بلدهم صنعوا الفخار واستخدموا في حياتهم اليومية وأدوات من المعادن تجارة برعوا في التجارة البحرية وصناعة السفن ليش التجارة البحرية؟ انظر إلى الخريطة مرة أخرى يا سادس قلنا قبل شوي أنه قلهم حدود كبيرة كثيرة وطويلة على البحر المتوسط لذلك كانت أكثر تجارتهم بحرية والبناء بنوا العديد من المدن مثل نابلس والقدس ولا تزال مدينتين نابلس والقدس موجودتان إلى الآن في فلسطين بالنسبة لمظاهر الحضار الكنعانية اللغة تكلموا لغة سامية وهم أول من عرفوا الحروف الأبجدية احنا أخذنا المرة الماضية يا سادس إنه عندما اخترع الإنسان الكتابة كانت على شكل النقوش ورموز ورسوم لم تكن حروف من أول من عرف الحروف؟ لهم الكنعانيين أما الديانة فقد عبد الكنعانيون قوة طبيعة مثل الشمس والقمر ماذا كان النظام الحكم عند الكنعانيين؟ كان النظام الحكم ملكي وراثي سيطر الفرس على بلاد كنعان أسقطوا بلاد كنعان وسيطروا عليها ثم جاء الرومان وسيطروا على بلاد كنعان من الفرس وظلوا تحت حكم الرومان حتى جاء الإسلام وانتشر الإسلام في فلسطين يعطيك العافية يا سادس لهم تكون تتحصتنا لنا موعد آخر ولقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر